قد عبر ذكراتي اليوتيوب وقال لك السلينيوم مهم إليك ومهم إليك ومهم إليك جهازك المناعي وهذا كل هذا صح وما عندنا مشكلة إليك ولكن أنني متعلم أخي الحبيب أنه السلينيوم الذي يباع في السيدريات أيضا مستخرج من الصفور وهناك بعض الشركات التي تفعل شيء مختلف قامت تستخرج من نوع معين من النوع البكتيرية أو الفضايات التي تخلون بإنتاج السلينيوم وهذا أيضا السلينيوم مطبيعي يعني مو بايو أفيلابل لأنه هناك الفرق أخي الحبيب بين الشيء الذي يمتصر جسمك والشيء الذي يمتصر جسمك والشيء الذي يمتصر بجهازك اللظمي يطلع مع الإعداء ومع الخروج يتم أن يمتصر جسمك عندما نتجي على مادة السلينيوم أخرج الجيد يحتاج للإنسان منها باليوم الإنسان البالغ يحتاج 55 ميكو جرام هذا العلبة التي شاهدتها أمامكم والتي كل كابسولة ما عندها تحتها وعلى 200 ميكو جرام من السلينيوم التي تم استخراجها من الصخور والغير قابل للإفتصاص من الجسم البشري هذه سعرها 30 دولار أمير بينما أنا من نجي على المصدر الحقيقي للسلينيوم واللي هو أفضل المصدر على هذا الكركب اللي هو مسمى بالبرازيلين نوت أو البرازيل نوت اللي هي المكسرات البرازيلية كل واحدة أخي الحبيب من هذه المكسرات تحتوي على 90 ميكو جرام من السلينيوم يعني حتى قرب لك الفكرة إذا فتحنا هذا الكيس يومي الصبر ومدينا إيدنا بي وطلعنا أربع قطع فقط من المكسرات البرازيلية هذه أربع قطعة لشاهدها أمامك وأكلتها بسم الله فأنت ببساطة لدخلت إلى جسمك من الصباح ما لا يقل على 350 ميكو جرام من السلينيوم يعني ما يعادل كبتشلاتي من هذا اللي ممتصر جسمك هذا الكيس اللي شاهدتها ممكو خوالي الأحباب فيه كمية كفيك لمدة ثلاثة أشهر من السلينيوم الحقيقي اللي يمتصر جسمك وهذه العلبة فيها كمية كفيك لمدة شهر كامل هذا اللي بقى ما قلنا لكم سعرها 30 دولار وهذا الكيس سعرها 17 دولار العاقة لأيش يختهر اللي صناعة البشر لو صناعة رب العالمين لا أكسرني رب العالمين ضيفنا الثاني اطلع للحلقة